أما عن تاريخ بداية الحركة التنصرية في العصر الحديث فقد بدأت في القرنين الحادي عشر والثاني عشر الميلاديين بعدما منيت الحروب الصليبية بالهزيمة النكراء وكان من أشهر رجالاتها في العصر الحديث الملك لويس التاسع ملك فرنسا ذاك الذي كان أول من حدد مهمة المنصر عندما وقع في الأسر وسجن في المنصورة في أواخر الحملات الصليبية وكان من أهم أفكاره تحويل الحملات الصليبية العسكرية إلى حملات سلمية تستهدف الغرض نفسه كما كان من بين الداعين إلى التنصير روجر بيكل ذاك الذي دعا إلى ضرورة تعليم اللغة العربية من أجل تنصير المسلمين وقد تتلمز على يد عدد كبير من المسلمين حيث ناقل الأفكار الإسلامية وكتب التراث التي نهضت بها أوروبا كما كان من بين المنصرين ريمون دلول هذا الذي تولى التنصير بعد فشل الحروب الصليبية وتعلم العربية بكل مشقة لتنفيذ هذا الغرض أيضا البارون دوبيتز ذاك الذي حرك ضمائر النصارى منذ عام 1664 إلى تأسيس كلية تكون قاعدة لتعليم التبشير المسيحي وكذلك كان من بين حركة التنصير ودعاتها هنري مارتن كانت له أياد طويلة في إرسال الموشرين إلى بلاد آسيا الغربية وترجم التوراة إلى الهندية والفارسية والأرمينية كما كان من بينهم سامو إلزويمر بل يعد من أشهرهم على الإطلاق الذي كان رئيس إرسالية التبشير العربية في البحرين ورئيس جمعيات التنصير في الشرق الأوسط كما كان من بينهم أيضا لويس ماسينيون وهو الذي قام على رعاية التبشير والتنصير في مصر وكان عضوا بمجمع اللغة العربية بالقاهرة كما كان مستشار وزراء المستعمرات الفرنسية في شؤون شمال إفريقيا وفي سنة 1810 أنشئ المجلس الأمريكي للتبشير الذي أرسل أول بعثاته إلى مالطة وأسس أول مطبعة تبشيرية عام 1815 ثم اتجهوا إلى القدس وبيروت وأنشأوا بها مطابع أخرى لهذا الغرض وفي سنة 1819 اتفقت الجمعيات الكنسية البروتستانتينية مع النصارى في مصر وكونت هناك إرسالية عهد إليها نشر الإنجيل في إفريقيا وهكذا أخذ التبشير ينتشر حتى عم أغلب بلاد العالم الإسلامي